خمسة متاع العشية مرحب بكم في السماء ذكركم اللي ذيو في اليوم هما هيثم الزورجي وسيف العياني بش نحكي وفي الدوزين بقرتيد الإميسيون على المنتخب الوطني التونسي غدوة بش يتم الكشف على القائمة متاع الملعبية لي بش يكونوا متواجدين في التربص الخاص واليسبق مبارتي مدى غشقر والمنتخب الجنبي ما في الأثناء عضو هيئة التسوية المكلفة من الفيفا بتسير جمع على تونسي لكرة القدم مسي شادلي الرحماني عمال اليوم حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنبي أكد من خلاله أنه الهيئة تفاشأت بالوضعية المالية الخانقة للجامعة وبيّن أنه تم فضل تنزيل جزء من الدعم اللي متأتي من ميزانية وزارة الشباب والرياضة سداد مصاريف التزامات وتنقلات المنتخبات الوطنية أقل من 17 و20 سنة وكيف كيف بالنسبة للأكابر وكذلك وجور الموظفين للشهر هذية حكاية زادة على تأمين تكاليف تنقلات منتخبات تحت 17 عام و20 سنة إلى كل من المغرب ومصر للمشاركة في الدورتين الترشيحتين الترشيحياتين لكأس أفريقيا الأمم في الأصناف ذية وكذلك منتخب الأكابر اللي بشي تحول جنوب أفريقيا لملاقات مدى غشقر لحساب الجولة الخامسة من تصفية الكان مثلت هاجس رئيسي لهيئة التي تسير في ظل شحل سيولة المالية لتعاني ملها الجامعة وأشار أنه قيام سلطة الأشراف بتنزيل جزء من اللاميزانية مرسودة للجامعة ساعد على الإفاء بهذه الالتزامات قال زادا أنه هيئة التسوية فاجئة بعدم مصادقة الخبير المحاسب على التقرير المالي للجامعة التي تنسي لكرة القدم إلى غاية 30 جوان وبين في الصنص ذي أنه تمت دعوته لاستكمال إعدادة لتقريره من أجل تقديمه خذ الجلسة العامة العادية المقرر عقدها في الأسبوع القادمة وضح زادا أن الفيفا قاعدة تقوم بعمل تدقيق أوديت تخص المشاريع المشتركة القائمة مع الجامعة التي تنسي لكرة القدم بما في ذلك اللوتين الخاص بالمنتخبات مركبا لتب الرياضي مع الإشارة لأن الفيفا قامت بتمويل المشاريع الذية ومن حقها نتراقب العمليات المالية الخاصة بها في إطار سياسة الحوكمة التي تعتمدها الرحماني قال زادا أنه هيئة التسيير دخلت وذية منذ فترة في اجتماعات مع الفيفا آخرهم كان البرح نهارت الثلاثة من أجل نظر في كيفية إخراج الجامعة من ضايقة المالية التي تعيشها مهما كانت عنوين مساعدات المرتقبة من الفيفا في إطار أقصى درجات الشفافية ومراعاة للمصلحة العليا للكرة التنسية ذكروا لفيفا كانت عينة هيئة التسوية هذية وتتكون من كامالي دير وشدل الرحماني وزكية البرتاجي بهدف تنظيم جلسة عامة انتخابية مع تحديد الموعد الأقصى للمهمة ذية لنهار 31 جنفيه 2025 بو اهم ما يمكن استنتاجه ربما من الغزومية ذاية ولا دبيش ذاية اللي كانت هبطتها اليوم العشرية في حوارها مع سيشاليا الرحماني كونه مشاكل كبيرة تعيشها الجامعة لتنسية للكرة القدم خاصة على المستوى المادي وكان ما جاتش سلطة الاشراف اللي سيب التفتوفة بين ضفرين للفيدرسيون ولانو كان النجم ونشوفو فضيحة ما نلقاوش حتى كيفاش باش نمشيو البريتوريا مش نلعبو الماتش متان عدد مدى غشقر لأيمات الجاي نهايثم الزوركي والله احنا في باننا بالأمورة ذية من قبل مش منتوهم من الأيمات سوادي على الجري الناس كل تعرف وقتها اللي كان عندو مشكلة مع رئيس الشابة وكان في كل مرة انو يدعي للتحقيق في الميزانية بتاع المنتخب وميزانية الجامعة وطلب حتى انو ديت باش يشوف الموضوع لكن نس كيفما النس كل تعرف انو كل مرة كان يقولونا للأمور طيبة وانو الأمور ماشية وانو فما فلوس قاعدة جينا من الفيفا وقاعدين نصرفو فيها في حاجات معاينة لكن اليوم بعد خروج سواديع وجيت هيئة تسييرية وكان الشراف عليها منطرف فيلق من الفيفا سوى قانوني او اقتصادي ظهر بالكيشف انو فما برشا مشاكل تعاني فيهم الجامعة فما برشا مشاكل مادية للمنتخب فما المنتخب معاش يناجم يتنقل كيف اقبل في طيارات خاصة ولا الامكانيات المتاع بش ياخذوا وطلع على حسابهم الخاص اليوم ظهر الخلل والخلل لذي الحمد لله انو الوزارة عرفت كيفيش تخرج من المنتخب من عنقز وجهجة لكن ما يمنعاش الي يلزم يتفتح موضوع اه وملف اه على اصصة صحيحة بش ناجمو نواجهو للمشاكل لذي الكل اي مشكلة كبيرة اه اني قتلك نجم اه اه تقلق برشا تعصف تعصف بالمنتخب نجم تعصف بالمنتخب صيف اولا اه ما عندي ما نقول انا لازم يلقوا الحلول اللازمة في اقرب في اقرب الاجال معنى اه دي صمعة البلاد رك تحكي بشير معنى فانت معنى لو اه كي ما قلت تحكي معنى من القاوش حتى بش نتنقل البريتوريا معنى رك تحكي انا بضيحة معنى فانت مم بضيحة كبيرة انت حونتوك ان شاء الله جاي خير ان شاء الله جاي خير انا الكورت القدمة التونسية معنى الهيئة ذي انتوكا عندها مهمة وقتية بش تتواصل حتى الواحدة وثلاثين جامبية ويوم بعد بش نشوفو اسكي بش تكون فهمة يعني انتخابات وقاوام وترجع معتا المياه الى ما جاريها في علاقة بالجامعة على تونسية لكورت القدم ومو تكون عنها هيئة يعني منتخبة به نحكيو شوي على الليكيب ناسيونال الليكيب ناسيونال غدوة بش تكون فهمة الندوة الصحفية للكشف على القائمة من طعم لعبية اللي بش يوجهوا لهم الدعوة كل من طاقم الفني عثمان نجار قيس العقوبي ومبروك العكريمي نجمو نشوفو يعني ربما بعض الاسماء الجديدة مفاجئات عودة ملاعبية عندهم مدة ما نظهروش في الليكيب ناسيونال نبدأ معك سيف والله ايه ما نتصورش انا معناه ما نتصورش كان مصير مفاجئات كبيرة نتصور معناه عدة اه لاعبين بش يكونوا موجودين اه نفس الاسمي معناه بش يكونوا موجودين في القائمة بتاع المنتخب الوطنية التونسي اه لكن اكيد نتصور 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 بش تكون اه اربعة خمسة اسمي نتصور بش يكونوا جدد معناها خاصة بالبطولة التونسية كما نسمعوا طواء خاطر كما نشوفوا طواء مثال صبري بن حسين في القائمة الفارتة كان موجودة موجود. ما نصور كامش يكون موجود بحكم مش قاعدة لها في الفريق متاعه. بشير بن سعيد. بشير بن سعيد زادة كيف مش قاعدة لها في طريق جرى دي التونسي. خذر كما نعرف المتخب الوطني التونسي ما نجيب كان في اللي جور كومبيتيتيف. ما لقادينا في رقم تيهم. نشوف عادة حراس. بدنا بالحراس. قاعدين يبرزوا في البطولة التونسية. كما دا حمين رجع يشد في الكاش في ندره دي سفيقسي. آآ بسلام الحليل في الارتحاد مونستيري سيم הليل في الملعب التونسي موزبة شريفية حقيقتا فما عادة حراس معنا. يا انا مانيش آآ فني بش ننننẩنننننقرر لكن نحن نحكي كاما 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 كرد قدم آآ عادة حراس قاعديني وتوبقى للك الملولة الاخرى لطار الفني. فما زد العادة لاعبين قاعدين يبرز فى البطولة الوطنية آآ ان شاء الله الاشدر يكون في المتخب الوطني التونسي وكنا وان نحن كاحباء المنطخب الوطن التونسي ولا كاتوين ساورى المنتخب ان شاء لا نحسموها من المباراة الاولى في مدى غشقر ناخدو ثلاثة نقاط متاعنا وانترشحو كالكاس افريقي اللي هي مش مش حاجة عالمنتخب الوطني التونسي. كولو لو كاتورز و لو ديزويت اه ضد اه مدى غشقر وذب المنطق وضد المنتخب الجنبي اه هاي ثم اه فما جوار اللي عندو مدى ده ما ملبسش ماريول ليكيب ناسونال اه منقبل حتى الكوب دومان ده الاخرانية اللي هو ساعد بغير كان فما ديفيران بينه وما بين الاستاف تكنيك وبين اللاجم على تونسي لكورة القدم الناج ونشوف ساعد بغير موجود في الليستة هذية في رايك خاصة انه كونو معتا فما بريد كوروار كيا سيركولي على اساس كونو ساعد كنت وصلت له بري كونوكاسي اول حاجة انا نتمنى اول التوفيق لمنتخب اقبل كل شي مهما كانش كونو بش يمثل من لعبين اه بالنسبة لسؤالك اه بخصوص اه ساعد بغير ساعد بغير من قبل مش من طوى حاطة الجامهير طالبت اه بوجوده في المنطقة نتمنىو نتمنىو ولو انو انا نشوف اه القايمة ما هيش بش اه تخرج على المألوف معناها كيف ما كان يحكي اخويا سيف معناها اللي هي هي ايه اه ممكن مش تصير شوية بزبط يعني ما ما نشوفش حاجة جديدة بش تجيه ممكن في الحراس المرمى بحكم انو بشير كان موجود مع مميش في المنتخب اليوم لزوز اه فرد اه فريق واليطار الفني يحبذ انو يكون الحارس الاساسي هو اللي يكون موجود اه اكثر منك ساعد بغير يناجم يكون موجود كما يناجم يجيهلو لطار الفني كيف ما تجيهلو لطار الفني السابق فما زاد اخبار تقول كونو فما غياب محتمل كل منا يوسف وفرجيني اساسي اللي كانو موجودين في الرسمبلومان الاخريني والله اه ما تكونش مفاشئة ممكن اه الجماهير اللي قاعدة تبع تقوى في المنتخب بتعرف اللي اه الامور تغيرت اه يوسف المساكني كان اه اللي دور متاع المنتخب وكان اه قايد اه منتخب في اه عديد المرات وساقنا للبرشة اه اه تتوجيت لكن اليوم اه اه يناجم يكون غايب علش لا يناجم يكون غايب ما تتوجهلوش دعوة يوسف المساكني ما هيش حاجة غريبة معنا حتى نتصور الجماهير الرياضية ما هيش بتستغرب اه في غياب اه يوسف المساكني خاصة بعد الاداء الاداء المحير الاخير خاصة بعد الاداء المحير الاخير ليوسف المساكني الاخرانين بتعليكيب ناسونال اه زوزمات شوات ليتلعبو اه الشهر اللي فات اه الفرجيني ويوسف اه المساكني كا فنيا كلاعب كورة قدم كيما تقول انتي كيفاش كيفاش ريتهم سور تيران اسكو فما اضافة يستحقوا بشي عاودي عايته لهم فال زوزمات شواتة ذو ما ولا؟ شوف اه انا انا عكس اخوي هايثم هو بريتوحي وار ولا اللي حتى الشرع الرياضي تونس يقول يوسف المساكني انتهي ويزيه من المنتخب وكيما نقرأ وكيما نشوفه انا بالعكس يوسف المساكني يبقى ديما مهم للمنتخب الوطني تونس فيش مهم اه بش اقولك فيش مهم راو شوف الفوتبول المديرن حتى لو كان مش مهم في التيران يكون خارج التيران يوسف المساكني انا بتحكي على جوار عنده اقل شي قريب عشر سنوات ولا منعرش قديش عنده في الكمنسونان ميل عشر سنين موجودين اه جوار كادر كيما يوسف يشد لك الكيب ويشد لك حتى نقوله مثال كيما يحكي يوسف لياجيب ليوسف عادش عنده كالطانجوب شلعب تيتولير يوخو ماتش كامل ميرا يوسف يبقى ديما يعمل دي فيرانس نحنا كان نرجع تاول ماتش الاخرين لعبني فيرانس نتيد انسي دي تكون اه اعمال تحيحة ماتهلوش معناه كان نخذينا البيلانتي هذيكا ضد جزر القمر معناه اكس بلوان دي فيديويل من يوسف لعبه كيما نقوله ميتة بلوغة الكورة عمل اكس بلوان دي فيديويل يوسف نعم معاك معاك اذا احنا نحبه نمشيه البعيد واذا نحبه نطوله معاك 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 زوزمينج مش يختلفوا على يوسف المساكني راو يوسف المساكني من افضل ما انجبت الكورة التونسية في السنوات الاخيرة لكن لكل اللي بداني هاي اليوم البرفورمانس متاع يوسف المساكني متخليهوش معناه اليوم انا كان لكن هاو سمحني اخويا هذي مكن تبع دوري القطري حتى مبعد لي كونفوكاسيون ذوما او هدف مع فريقه ايه هدفين مع العالمين وقاعد يلعب عادي في ديماتش كبار انا الراي شوف خلينا اقوله مش نحكي انا رأي انا الشخصي وانا معناه حر في رأي يوسف نكمل ولمس نسوه من الكوب دافريك بلوغة الكورة معناه مزيل عندك الخبر الانتليجونس متاع يوسف كي ما نقوله النمس نكملوا بيه لدوماتش ذوما نكملوا بيه كوب دافريك خطري يبقى شوف الجوار مهم في الاشيونس الكبار بش تقول لي بش تقول لي سامحني يوسف معاش تاتسين دقيقة نسمعك اما بش تقول لي يوسف معاتش مهم للمتخب انا رأي شخص يوسف مزيل مهم للمتخب حتى كوم جوار كادر حتى حتى في بسير انا نعرف حتى تقريبا انا حتى تقريبا من اللاعبين نعرف اللي يوسف عنده كلمة كلمة كبيرة مع اللاعبين واللاعبين تقدر يوسف ممساكني في المتخب معنا ذي رأي سيتان فاكتور تريزا بورتون مش تقول لي يلعب سعين دقيقة ملعبش هذي امور الاطار الفني لكن كان عنصر مهم في الجروب وفي النزل في الفستير في المتخب رأي يوسف مزيل قادر يفيد المتخب اليوم انا كناخب وطني ما نخصرش من الزاوية انه بش يكون مهم في الفستير الواحد انا اليوم شكون اللي بش يخرجني من عوق الزجاجة تحب ولا تكره اليوم لقدر الله ما نتمكنوش من الانتصار في المباريات ما نترشحوش رأي معاك اليوم انا نحكيوه على الاسداء ام تعالي طار الفني رأي اليوم اذا ما نرقاوش يوسف المساكني موجود في المتخب رأي ما هيش حاجة كبيرة معنا ما هيش سيربريز كبيرة رأي وصارت قبل وصارت قبل معناه عادي اليوم يوسف المساكني اذا ما تلقاهوش في الافليس بار كونتر آآ لتار الفني مدام قاعد يتنقل آآ كل اسبوع يشوف المباريات متاع الدوري التونسي آآ افجأنا لو يشوفهم لعبية جدد من البطولة التونسية مم تحسب للتار الفني بالحق اذا نلقاوه لعبية جدد هي كيه هي كلمتي فجأنا هايثم بالعكس اخي هو جور عليش يخدم هذك الميريد تعبه والمتخبره حقه على الناسة كل المعناه هيriters يبدا لعب برس توا في عدد في رق او ناخده من في الرق الكل من الحبش نسمي معناه convention لكن اي لاعب برس في البطولة كما عدد لاعبين برزو واخذاء وحظم في المنتج وش سميتهير سميتهير ما هو الق síمي ما هو القطة باتحمه برشامها في المستير ما هو القطة في عدد لاعبين ممتازين بيجا في عدد لاعبين المتازين الملعب التونسي مر بفترة ممتازة ففيا عدد لاعبين معناه هي قادرين يمثل المنتخب الورطان معنى المنتخب حق عناس الكل. ما تفقين لكن بسميلك في رقة ما ما سميلك شاسين. سيف سيف. لو نشوفوا احنا الفترة الاخيرة راوا المنتخب اصبح حكر على الملعبية اللي تلعب البرة. راوا ما عاش نشوفوا في ملعبية اللي اش خليهم هما ما عاش عندهم الملعبية تونسا انه بش يمشي اللي كيب ناسيونال. راوا الفترة الاخيرة الملعبية اللي سوى لمشات الكوب دافريك ولمشات كوب دي موند قريب كلها مستدعية جاية تلعب البرة. هذاك اللي يقلص الحماسم تعلم الملعبية. لكن اليوم اليوم اذا نشوفوا فما برشة ملعبية تونسا من حقهم كيف ما وقع استدعاء بلال الماجري. ممتاز جدا كما وقع ايتمالك. خبراوي. الخبراوي يتمنى. فما حاجة انت البارانتيز ماذا بيت تنحى العقلية. من المستير من باجا يعاية الملعبية جدد. خاصة انه. معاك. اذين نقطة المهمة اللي بش نحكيها. خاصة انه اليوم انا كي نلقى لولامب البيجي متصدر البطولة. جرجيس تعطيو حق جرجيس زادة ميريتا جرجيس. نشيو خطوة خطوة. كي نشوف لولامب البيجي اليوم متصدر البطولة. اكيد فما ملعبية تستحق بشة ياقع نشوفو ربيع الحمري اليوم يعمل في لدي فيرانس. نعطيو زادة حق الملعب التونسي زادة فيزع نجملا دي ساع لي في تونس. نجي معاك جرجيس. جرجيس اكيد. فما الملعبية زادة تاو قاعدين يعملوا في لدي فيرانس. بالرغم انه الفريق جاي من درجة ثانية. صحيح. الا انه قاعد ينافسوا اليوم نشوفوه المرطبة الثانية. وعن جدارة. الملعب التونسي نفس الشي. معناه اليوم كنلقى انا النخب الوطني جديد. حلعينه على البطولة التونسية. ويتبع في المباريات. ويختار ملعبية من البطولة التونسية. بالنسبة لي انا حاجة ممتازة. طوانا مثال مثال. مثالة هي مجرد راي. بشير قال يسمي. نحن نعرف الفوتبول التونسيان افتقروا المهاجم. معناش نيف. معناش افون سنتر. ناي صحيح. مواللي هو الواقع واللي. ناي صحيح. لو انتي تقول لي انتي بار اكزامبل. انا نعتيك سيدة قديدة مواجم الملعب التونسي مثال. علش منخدموش عليه للمستقبل. نحن مثال عنا دو ماتش مرهونين في ثلاثة نقاط بشن ترشحوا الكوب ده افريق. نمش قاعد يمركي مع الساد. كنربح ونحن الماتش لول في مدى غشقر. دونك اوتوماتيك مول المنتخب الوطني تونسي ترشح نهيت كاسفريقه في المغرب. يبقى الماتش متاع غنبيا ماتش شكلي. وقت اللاعبين انتي كما سيدة قديدة عطيت كانا اكزامبل افونسانتك. طايشو طايشو بلوقت الكور عطيه طاند جو. وشوف وابريتوه انتي فهمتها. ما مش مقول لك انا حاجة. انا نقول لكم كن انتي جيت على الدي. انه تونس كاملا ما فيهاش التسعة اليوم. لكن صدقني يا بشير. انا تفرجت في في برشة مباريات. يعني كيف ما احكي لك على صدقديدة. كيف ما يش نحكي لك انا على بيهاش شيرني. كيف ما يحكي لك على حازم مصر. اروا فهم ملعبية. اروا كان انتي تخدم عليهم للمستقبل. اروا تخرج منها مبارسة. سميت لك اسم معين متاع سيدة قديدة. حكي لك على اللاجم تاعه. يزم دجا يخدموا هما في الجمعيات متاعهم ويماركيوا. على خاطر انتك يتحكي مع سيلكسيونير. يقول لك انا اخويا ما نجمش نجيب لك جوار. ولا نوجه الدع والملاعبي الارقام متاعه ماشي في المستوين. اي اي اي. حطر كوره ارقامه. طرف عليش بشير. ناخذ لك انا الكه اللي انا نعرفه هو اليوم بيجي تفتقد الرقم تسعة. عنا ملعبية نجم انتي تكونفرتيهم تسعة يلعبوا دي كل وار. عطيتك انا مثال بها شيرني. لو بيجي تصنع تصنع منه التسعة للمستقبل تونس غدوة. الملاعبي عنده الكل. ما غالب يلعب كل وار. نورمال ما لهنا المدربين اللي يشرفوا على نوادي. هما يشوفوا دي بروفيل معايدين. س هم رقم تسعة وغدوة تلقيه المنتخب. صحية صحية صحية. احنا اليوم معناش لا في المنتخب ولا في الاندي يا رب. وبربي نقطة مهمة كنتش نحكيها سمحني بشير. نشوفوا حتى تقوموا درب المنتخب اليتالي مثال لوتشانو سباليتي. عايد سامويور ريتشي من تورينو. نحيو العقلية متاع الارب على كبار. لا لا لا. انا انا داي رأينا شخصي بتاع معناه لازم ليكيب ناس ونانا عايد ونجمر هدي السيح لونه دي محرقي. ولا بلوف اليوم بجلولة. شوف س سمحني. فما رو عدد في رق رو ممتازين. فما دي دري لذر بنزارتي. فما لولمبيل بيجي. فما طراج الجيز. فما الملعب التونسي. فما عدد في رق رام عندهم الحق اللاعبين متاعهم ليونشتوا فيهم. رام عندهم الحق يمشوا المنتخب الوات عني تونسي. خطر. ماهيش مزيف. ماهيش مزيف ولا. انا داي رأينا الشخصي معنا. ما يلزمش الجوار يحس بالظلم يبدأ هو على الجمعية متاعه. ويعرف انه يجي واحد يلعب البر وقاعد حتى على البنك. ماهوش يلعب قاعد على البنك ويجي خطر. طيب على سبيل الذكر تقول انتي الولمبيل بيجي متصدر البطولة لاعب كيما ربيع الحمري. قائد فريق يتسمى لاعب خبرة. العب في الملعب التونسي. العب في عدد في رق في تونس. خذ تجربة في الدوري السعودي. معناها الراه لما تريتي متاعهم ضج وجي الوقت بروك واب وهابش يكون معناها ممثل المتخب الوطني تونس. يعني شلي. توجه هانتي الدعوة لملاعب كيما ربيع الحمري ولا ولا. في فترة مياه بلال الميجرية الخضراوية. اذ ما تتنجم انتي حتى بيش تشجعو ستوك يبدأ زغير في العمر. صحيح 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 صحيح. خي موتيفاسيون هرا شوف. انا كلاعب نعرف ش ما عدد عقيمة المتخب والعب تقبل في المتخب الوطني الولمبيل تونسي ونعرف. راي متصورش قديش هي كالكونفوكاسيون قديش معناها مورال مو تمسك وبسيشيك مو تمسك وتبدأ تسنى فيها. وتبدأ تسنى فيها. وتبدأ تسنى فيها. راي وراي بالحق ما فيما السنتيمون والسانسيون متنجي متحسوك ان كي بدأ تسنى فيها كستاج وفي جو المتخب. راي روجة واخر نحكي لك. راي بالتجربة حاجة. حتى كتب عليك بمتاعك ترجع عندك شلان اشتخدم عليه بيش تحفظ هال المكانتعك في المنتخب. بالعكس اذيك اقول لك حاجة بشير. هذيك اريد اللاعبين اللي يمشوا للمنتخب الوطني التونسي كيكسوان من ملعب التونسي من الولمبيل بيجي معادة فرق شوف روكي يرجع الفريق يمتاعه بالعكس يزيد يتطور من نفسه. وزيدك الدعوة ذيك متع المتخ بتقوي تقوي حتى مع الفريق متاعه. حي. ويكون حاسم ويكون مع الفريق متاعه. اللي هو كستاج هذيك معالي كيمسيونان معالية راي دعوة ذيك راي تعملك شوجمات وتال حتى في التفكير متاعك. انا اتمنى ان شاء الله يرجع العين تتحل على البطولة التونسية للناخب الوطني ونرجع ونخرجوا من الانديا ذو ما اللي كنا نسميوا فيهم جرجيس وبيجة والمسكير والسيابي. هو والله بش نعطيه بش نعطيه حق الاطار الفني هذي يا هيثم. معتم يتسميه ما قصروش. عايته مع جواري تلعب في البطولة التونسية. كنشوفوا قداش من جوار عايت من الاسبيرانس في الراسون بلان ليفات. عايته الاستاد عايته المستير شيها بالجبالي. اه الكلوب. الكلوب. دونك فما معناها. ايت مالك فما معناها. ايه يجا اللاعبين البرزين بشير زادة حقهم زادة اللاعبين اذنوا معناها متقلقين مع الفرق متاعهم. ايه لكن وقتش صارة ذي. بارتي اللاخرة. ايه. بل كل ما فما حتى واحد من البطولة التونسية. للي اللاعب التونسي مسكين ولا معاش خارة كم فيه اللي كيف ناسيونات. بوه مطاولي بلوستابل معناها في اللي كيف ناسيونات البطولة التونسية براتيكمان ياسين مريح ما امين الله مميش. هلي الاحقاق عنو الحق قعدين متقلقين مع الفريق متاعهم تاريجرة ذي تونسي معناها. هذو ملاعبين يلعبو في يلعبو في الفريق متاعهم. دونك سيه توماتيك ما مش تقام في المتقبل وطنة تونسي. شكرا لك شايف العياري بركة الله وفيك اللي احضرت بحضانا. مشكور هيثم الزرقي. شكرا لك كنت تقابلوا في فرص قادمة. شكرا لكم على الاستماع بعد لحظات في البرحومة وكامل الفريق في المجا اكسبريس نبشي الخاروي نقول لكم. شكرا كامل لي كيف وشاء الله عدينا حلقة حلوة. عايشك نقول لكم ادوما نتقابلوا غضوك العادة من الاربع الخمسة ديما على اكسبريس افهم في.